في مشهد مثير للتساؤلات نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأبراج الكهرباء المستهدفة في منطقة جرف الصخر التي تقع تحت سيطرة الفصائل الولائية منذ استعادتها من تنظيم داعش وتتمتع هذه المنطقة بطوق أمني كبير غير قابل للاختراق وممنوع على الجميع بما فيهم القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظم الاقتراب منه والسؤال هنا كيف تمكن تنظيم داعش من الدخول ونصب العبوات الناسفة وتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية وبحسب التحقيقات الحكومية فإن تفجير أبراج الطاقة الكهربائية مرتبط بثلاثة أمور الأول مادي ومالي لأن إعادة تأهيلها تتطلب مبالغ مالية طائلة تصل إلى 100 مليون وهو الأمر الذي جعل بعض الجهات ومن ضمنهم الفصائل الولائية لتفجير الأبراج واستثمارها ماديا عن طريق المقاولة لإعادة تأهيلها أما الأمر الآخر الذي يدعو إلى تفجير تلك الأبراج من قبل الفصائل أن تصدير الطاقة من إيران يؤثر على مصادر توفير الطاقة الكهربائية بشكل كبير بالنظر الانخفاض منسوب المياه في إيران التي أصبحت تحت ضغط جماهيري بسبب الانقطاعات المستمرة وبالتالي تفجير هذه الأبراج هي حجة لقطع الكهرباء وبالتالي عدم تغذية العراق من قبل إيران بالطاقة وتحويلها إلى الداخل الإيراني وبحسب التحقيقات أن هناك سبب آخر لتفجير تلك الأبراج من قبل الفصائل والميليشيات المسلحة وهي أسباب انتقامية وتخريبية تهدف إلى قطع الكهرباء عن المحافظات الغربية والجنوبية وهي بمثابة عقوبات لتلك المناطق لأن في الجنوب هناك تظاهرات مستمرة ضد الفصائل وأما المناطق الغربية فقد قال أحد القادة في الحجر الشعبي في ذكرى مجزرة سبايكر إننا سنقطع الماء والكهرباء عن هذه المدن انتقاما لسبايكر وتمثل هذه الأمور 80% من أسباب فشل توزيع إنتاج الطاقة الكهربائية فيما النسبة المتبقية تمثل نشاطات تنظيم داعش الإرهابي التخريبية ويبقى فساد العقود وسيطرة اللجان الاقتصادية للأحزاب عليه هو العامل الأبرز في فشل قطاع الكهرباء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة